أعربت مصر عن أسفها لاقتحام مسؤول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية القوة الإسرائيلية وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية على رفض مصر التام لأي إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني وتاريخي القائم في القدس وحذرت مصر من التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة وعلى مستقبل عملية السلام داعية كفة الأطراف إلى ضبط النفس والتحليب المسؤولية والامتناعي عن أي إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع